موسيقى موسيقى عزائي طلبة الصف الثالث الاعدادي اهلا ومرحبا بكم في المراجعة النهائية ومراجعة الامتحان للفصل الدراسي التاني لمدة الدراسات الاجتماعية قسم التاريخ معنا ان احنا هنبدأ المراجعة يبقى احنا المفروض خلاص تماما خلصنا مذاكرة المنهج درس درس ونقطة نقطة طب لما نيجي نراجع عشان نستفيد من مراجعة هل ينفع ان احنا نجيب اسئلة ونقعد نحفظ بس لا عشان نستفيد من مراجعة ونحقق يعني تقدم ونحقق يعني اكبر الدرجات لازم نحل بالكتابة يعني نبدأ نحل نجيب اسئلة ونحلها بالكتابة السؤال اللي نغلط فيه نبدأ نراجع مرة ايه مرة تانية بالشكل ده ممكن احنا نثبت المعلومات في دماغنا ونقدر نحفظ اكبر كمية من الاسئلة والاجبابة لكن ان انا احفظ السؤال بالاجابة هنسى بعد كده فلازم ابدأ احل واكتب والحاجة اللي اغلط فيها ابدأ رجاحها مرة تانية عشان كده انا بيعيد المعلومة اكتر من مرة وبس ثبتها في دماغي عن طريق الكتاب تعالوا بقى دلوقتي النهاردة نشوف ايه اللي موجود عندنا في مراجعة التاريخ بس قبل ما نشوف الاسئلة بتاعتنا عايزين نقول نقطة مهمة احنا اهم حاجة عندنا في المراجعة ان انت تبع عارف المعلومة المعلومة بقى تيجي صح وغلط اختار صوب ما تحتها وخط تيجي زي ما تيجي بس انت تبع عارف وفهم المعلومة علشان تقدر ايه تجاوب السؤال مش لازم بقى السؤال يجي بالنص بالنص انت هتحفظ بالنص بقى كلمة كلمة وحرف حرف في وقت من الوقت هتلاقي نفسك كده لو نسيت كلمة او حاجة هتنسى بقى السؤال عشان كده لازم تبقى المعلومات عندك انت زي ما بقولوا كده اللي بتافد مغف اكتر من مرة و اللي نوعت في الاسئلة علشان تقدر تحفظ اكبر قدر من المعلومات وتلم المنهج بشكل جبيل تعالوا بقى دلوقت نشوف مع بعض عندنا اول سؤال النهاردة في مراجعة التاريخ السؤال الاول صوب ما تحته خط النقطة رقم واحد بتقول او زي على البيان الاول لصورة 23 يوليو 1952 باسم اللواء جمال عبد الناصر طبعا هو حططينا خط تحت جمال عبد الناصر بدل جمال عبد الناصر هتوباء اللواء محمد نجيب انت بقى المفروض تشغل دماغك اساسا جمال عبد الناصر ما كانش ياخد ردبة لواء كان اللواء محمد نجيب يبقى زي على البيان الاول باسم اللواء محمد نجيب لكن مين اللي ازع البيان مين اللي ارى البيان محمد انور السادات تركز بقى في النقطة دي كويس جدا اللي اتزع باسمه البيان محمد نجيب لكن اللي ارى البيان في الازاعة والقى البيان هو محمد انور السادات النقطة التانية عندنا وقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 1991 برعاية الولايات المتحدة وانجلترا هو حطت خط تحت انجلترا طبعا هنشيل انجلترا ونحط الاتحاد السوفيتي سابقا اللي هو دلوقتي روسيا النقطة الثالثة بتقول تم إنشاء أول مدرسة لتعليم البنات في عهد سعيد باشا وحطت لي خط تحت سعيد باشا يبقى هنشيل سعيد ونحط مين برضو عليكم إسماعيل باشا وإسماعيل على فكرة عمل أول مدرسة لتعليم البنات يعني باقتراح من رفاعة طهطاوي يبقى صاحب الفكرة رفاعة طهطاوي لكن اتعاملت في عهد إسماعيل أو الخليو إسماعيل رقم أربعة أعلنت مصر وقفها إلى جانب الأردن وحطت خط تحت الأردن تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك اتفاقية الدفاع المشترك ما كانتش ما بين الأردن ومصر كانت ما بين الأردن سوريا آسف كانت ما بين مصر وسوريا يبقى هنشيل الأردن وحط إيه سوريا رقم خمسة ترجع جزور الحركة الصهيونية كحركة سياسية تنادي بوطن خاص لليهود إلى بيلفور وحطت لي خط تحت بيلفور طبعا بيلفور ده مش هو صاحب الحركة الصهيونية بدل بيلفور هنحط مين هيرتزيل لكن بيلفور ده عمل حاجة تانية أصدر وعد بيلفور سنة 1917 اللي هي إنجلترا وعدت اليهود إنها تعمل لهم وطن قومي في فلسطين النقطة رقم ستة تم تأسيس الحزب الوطني في مرحلة ما قبل صورة 19 برئاسة عمر مكرم وحطت لي خط تحت عمر مكرم سنة 1907 هنشيل عمر مكرم الحطمين برضى عليكم مصطفى كامل الزعيم مصطفى كامل هو صاحب الحزب الوطني سنة 1907 النقطة رقم سبعة ظهرت أول مجلة نسائية مصرية وهي مجلة الريحانة عام 1907 على يد إيفا هابيل وحطت لي خط تحت إيفا هابيل طبعا الكلام غلط هنشيل إيفا هابيل ونحط مين جميلة حافظ يبقى الريحانة جميلة عشان ما تنساش مين عمل مجلة الريحانة جميلة حافظ تمانية تعرف المرحلة الأولى من إعادة بناء القوات المسلحة المصرية بعد عام 1967 بحرب الاستنزاف احنا قلنا بعد سبعة وستين لما إصرائيل احتلت شبه جزيرة سيناء بدأوا يعملوا إعادة لبناء القوات المسلحة المصرية هذه الإعادة مرت بمرحلتين المرحلة اللي كان اسمها إيه؟ اسمها مرحلة الصمود والتصدي والمرحلة التانية هي اللي اسمها حرب الاستنزاف تسعة أعطى مؤتمر لندن عام 1920 لبريطانيا حق الانتداب على فلسطين وحطت خط تحت لندن سنة 1920 ما تعملش مؤتمر لندن تعمل مؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو وإيه اللي ترتب على مؤتمر سان ريمو؟ ترتب على ذلك إنها حصلت بريطانيا على حق الانتداب على فلسطين وقامت بريطانيا طبعا وقتها بتنفيذ تصريح بيلفور إنها سمحت لليهود بالهجرة إلى فلسطين النقطة العشرة شغل سعد الدين الشازلي منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة عام 1972 وحطت لخط تحت سعد الدين الشازلي طبعا بدل سعد الدين الشازلي هنحط مين؟ محمد عبدالغاني الجمصي إحنا عندنا ثلاث شخصيات كان لها دور كبير جدا في حرب اكتوبر سعد الدين الشازلي وأحمد إسماعيل ومحمد عبدالغاني الجمصي تخلي بالك منهم كويس جدا كده السؤال الأول اللي هو صوب ما تحته خط انتهى هناخد بقى سؤال جديد نركز فيه مع بعض وهو سؤال من الأسئلة اللي الأولاد بيحسوا إنه فيه يعني فيه شيء من الصعوبة لكن أنا بقول السؤال ده سهل لأنه كنت لو كتبت فيه نقطة من الإجابة أو اتنين بتاخد عليه درجة السؤال ده هو سؤال بما تفسر اذكر السبب علل أول نقطة عندنا بما تفسر قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 أسباب ثورة 23 كانوا ست أسباب واحد استمرار الاحتلال البريطاني لمصر وتدخله في شؤون مصر الداخلية اتنين هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948 تلاتة فساد النظام الملكي الذي أدى إلى انحدار سمعة مصر أربعة تدهور الأحوال الاقتصادية خمسة سوء الأحوال الاجتماعية ستة عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة السؤال الثاني بما تفسر قيام ثورة 25 يناير 2011 ايه أسباب ثورة 25 يناير واحد سوء الأحوال الاقتصادية طب ليه الأحوال الاقتصادية قبل 25 يناير كانت سيئة عشان حاجتين رقم واحد التطبيق غير السليم لسياسة الانفتاح الاقتصادي طب سياسة الانفتاح الاقتصادي ترتب عليها ايه؟ ارتفاع الأسعار طبعا رقم اتنين تطبيق نظام الخص خاصة اللي هو يبيع شركات الدولة أو شركات القطاع العام للقطاع الخاص وترتب على كده يعني خروج ألاف من الموظفين بنظام المعاش المبكر فده أدى إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ثاني سبب من أسباب ثورة 25 يناير سوء الأحوال الاجتماعية والأحوال الاجتماعية كانت سيئة بسبب زيادة الفوارق بين طبقات المجتمع فيه ناس غنية قوي وناس فقرة جدا فكان فيه مشاكل اجتماعية كبيرة السبب الثالث لـ 25 يناير سوء الأحوال السياسية طب الأحوال السياسية كانت سيئة ليه؟ أولا بسبب قانون الطوارق استمرار العمل بقانون الطوارق من سنة 1981 رقم اتنين تزوير انتخابات مجلس الشعب 20 عشرة اللي حصل فيها الحزب الوطني على نسبة 97% من المقاعد فبقى المجلس الشعب خالي من المعارضة مفيش معارضة حدش يعترض على حاجة 97% مع الحزب الوطني السبب الرابع لـ 25 يناير سوء الأحوال التعليمية والصحية يبنخص كده أسباب 25 يناير سوء الأحوال الاقتصادية سوء الأحوال الاجتماعية سوء الأحوال السياسية سوء الأحوال التعليمية والصحية النقطة الثالثة بما تفسر وقوف مصر بجانب سوريا سنة 67 مصر وقفت جنب سوريا ليه؟ تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك وعملت إيه وقتها مصر؟ قفلت خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية طب قفلته ليه؟ علشان يتم إحكام الحصار الاقتصادي اللي كان بيفرضه العرب على إسرائيل ركز معي عشان أنا بلملك المنهج أو بقولي السؤال وبلم نقطة كتير حواليه عشان نلم موضوعات التاريخ كلها نقطة الرابعة بما تفسر هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948 لماذا الجيش المصري تهزم في حرب فلسطين؟ مش الجيش المصري بس الجيش العربية كلها أو العرب جميعا بسبب عدم استعداد الجيش المصري للحرب عدم استعداد الجيش العربية كلها ما فيش تنسيق ما بينهم اتنين مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل دي النقطة رقم أربعة في السؤال بما تفسر يبا احنا خدنا السؤال صوت ما تحته خط وبناخد سؤال بما تفسر نكمل بعد شوية مع بعض إن شاء الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة